أكدت سعادة وزيرة صحة الأستاذ فائقة بن سعيد الصالح أن احتضان مملكة البحرين لمؤتمر طب القلب الرياضي الذي يعقد للمرة الأولى في المنطقة يمثل دلالة واضحة على ما يحظى به القطاع الصحي بمملكة البحرين من رعاية واهتمام من لدن جلالة الملك المفدى والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ويل عهد رئيس مجلس الوزراء وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش ختام أعمال مؤتمر طب القلب الرياضي رفعت سعادة وزيرة الصحة أسماء عبارات التهاني والتبركات إلى القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة بمناسبة النجاح الباهر لأعمال المؤتمر والذي تكللت جلساته بالعديد من التوصيات الهامة والتي جاءت لتوائم تطلعات واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بموضوع هذا المؤتمر وحرص سموه المستمر على التشجيع على ممارسة الرياضة وفق أسس صحية وآمنة تضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من ممارسة الرياضة والحفاظ على صحة الأفراد في الوقت ذاته وأعربت سعادة وزيرة الصحة عن شكرها وامتنانها الكبير لتشريف وحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لفتتاح المؤتمر حيث كان مصدر فخر واعتزاز وباعث أمل وتشجيع للجميع لبذل المزيد من النجاح كما قدمت سعادة الوزيرة خالصة شكرها وتقديرها لحرص اللجنة المنظمة للمؤتمر على الاستعانة بالكفاءات البحرينية المتخصصة في مجال طب القلب الرياضي بهدف الوصول إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تهدف إلى الحد من وفايات ممارسي الرياضة كما أعربت سعادة وزيرة الصحة عن مشاعر الفخر والاعتزاز بتنظيم مملكة البحرين لهذا الحدث الرياضي الهام الذي يعقد للمرة الأولى في مملكتنا الغالية معربة عن أملها في أن تستمر هذه البرامج الطموحة التي تصب نحو صحة وسلامة جميع مواطنين ومقيمين مملكة البحرين وقد أكدت سعادة الوزيرة على أهمية العمل من خلال التوصيات على وضع برامج وبروتوكولات تتناسب مع الوضع الراهن في مملكة البحرين للعمل على الحد من هذه الوفايات ومن جهته تطرق الدكتور عاد الخليفة رئيس المؤتمر ورئيس قسم كهرباء القلب بمركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة تخصصي للقلب مؤتمر طب القلب الرياضي إلى أبرز ما جاء في جلسات المؤتمر بعد أن ناقش الأسباب المؤدية إلى الوفايات المفاجئة لدى الرياضيين وأسبل الوقاية الممكنة والتشخيص المبكر لأمراض القلب واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أهنئ مملكة البحرين حكومة والشعب على النجاح الباهر لأعمال المؤتمر الذي تمخضت جلساته المتنوعة عن نتائج مهمة جاءت تتوائم تطلعات واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة المالك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بموضوع هذا المؤتمر وحرص سموه المستمر على التشجيع على ممارسة الرياضة وفق أسس صحية وآمنة تضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من ممارسة الرياضة والحفاظ على صحة الأفراد في الوقت ذاته عملت هذه اللجنة على مدى عامين تقريبا منذ صدور تكليف سموه حفظه الله ورعاه بدراسة أسباب الوفيات أثناء ممارسة الرياضة في المماشي والصالات الرياضية حيث واصلت جميع أنشطتها من دون توقف حتى في الظروف الخاصة التي مرت بها جميع دول العالم مع جائحة كوفيد-19 اليوم يحق لنا أن نفتخر في مملكة البحرين الغالية بتنظيم هذا الحدث الرياضي الهام للمرة الأولى آملين أن تستمر هذه البرامج الطموحة التي تصب نحو صحة وسلامة جميع مواطني ومقيمة مملكة البحرين وسوف نعمل من خلال نتائج أعمال هذا المؤتمر على وضع برامج وبرتكولات تتناسب مع الوضع الراهن في البحرين للعمل على الحد من هذه الوفيات وسوف يتم العمل على تنفيذها مع الشركاء في مملكة البحرين والجهات ذات العلاقة ناقش المؤتمر العديد من القضايا المتعلقة بالطب الرياضي وركز على محور أسباب الوفاء أثناء ممارسة الرياضة إلى جانب أهداف اللجنة التي اختصت بدراسة الأسباب لإيجاد الحلول الحدي منها كما أوصى المؤتمر بمواصلة نشر الوعي المجتمعي حول الطرق الصحيحة لممارسة الرياضة والحفاظ على صحة القلب بين أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين